أسطورة أطلانتس واحدة من أكتر الأساطير القديمة انتشاراً وغموضاً في التاريخ البشر ومجرد ما بتتقال كلمة أطلانتس بتلاقي سيل لا ينتهي من الأسئلة والنظريات والحكايات المرتبطة به هل فعلاً كان فيه قارة في فترة زمنية قديمة جداً اتعرفت باسم أطلانتس وهل فعلاً كان عندهم تقدم علمي وتقني وإيه علاقتهم بالأهرامات وهل فعلاً القارة دي كانت حلقة الوسط بين مصر القديمة وحضارة أمريكا الجنوبية وهل هم اللي علموا المصريين إزاي ابنوا الأهرامات طب لو كانت موجودة فعلاً إيه اللي حصل الله؟ أثرها فيه سكانها كلها ماتوا؟ ولا إيه اللي حصل؟ ولا زي بعض النظريات ما بتقول إن كتير من الناجين منهم هربوا ببعض العلوم ونقلوها للحضارات القديمة يا طرع إيه سبب اهتمام كتير من الأثريين بيه لدرجة إن إشعاج كتير جداً كان بتقول إن هتلر كان مهتم جداً بالوصول إيه وأخيراً إعلقة أطلانتس بقصة بوفان نوح عليه السلام هل في علاقة بين الاثنين؟ هل هم قوم نوح؟ هل في أي دليل على وجود أطلانتس؟ ولا كلها حكايات من وحي الخيال وأساطير؟ وإيه حكاية نقوش الطيارة والدبابة الموجودة في معبد سيتي الأول في أبي دولس؟ هل فعلاً بنا المعبد ده أهل أطلانتس؟ تعالوا بقى نجاوب النهاردة على كل الأسئلة دي ننكش كده مع بعض في أوراق أساطير الماضي وندور سوا على جدور أطلانتس بدأت منين الحكاية ووصلت لفين النهار؟ علشان نعرف بدأت منين الحكاية لازم نرجع بالتاريخ الورا حوالي 2500 سنة تقريباً سنة 360 قبل الميلاد ونتعرف على فيلسوف طبع جديد اسمه أريستوكوليس بن أريستون تلميذ الفيلسوف سقراء واللي بياخد لنفسه اسمه يتعرف به حد النهار أفلاطون الإشارة التاريخية الوحيدة لأطلانتس واخدوا بالكم من الحتة دي كويس الإشارة التاريخية الوحيدة لأطلانتس جت في كتابات أفلاطون في القرن الثالث قبل الميلاد واللي بتتسمى بحوارات أفلاطون وهم مكتبين في صورة محاورات أو محدثات بينه وبين بعض الأشخاص الكتاب الأول اسمه تيماويس وكتاب الثاني اسمه كرياتيس وطبعاً سامحوني لو كنت بنتهم غلاً أفلاطون بيتكلم في الكتاب الأول عن بداية الخلق ونشأة الكون وفي الكتاب حوار ما بينه وما بين جده الفيلسوف سولول راجل قانون كان زار مصر قبلها بحوالي مئتين سنة سنة 580 قبل الميلاد حدش يسألني إزاي زار مصر قبلها بمئتين سنة وأفلاطون كان بيحاوروا بعدها بمئتين سنة المهم سولول قبل في مصر كبار الكهنة وحكوله عن حاجة غريبة جداً جزيرة عملاقة بحجم ليبيا وأسيا طبعاً هنا يقصدوا ليبيا اللي هي شمال أفريق مش ليبيا البلد بتاعته НАهم المهم كان بيقول السلون ان القارة الكبيرة جدا دي موجودة في المحيط الحقيق خارج المضيق اللي بيسموه في اليونان اعمدة هراكل وللعلم اعمدة هراكل دي هي الاسم الاغريق القديم اللي كان بيطلق على المضيق جبل طارق ومرتبط بغسطورة اغريقية عن هراكل وطبعا بتعتبر بالنسبة للاغريق نهاية العالم المعروف وقته وبعدها كان فيه محيط لا نهائي لكن كان بيقول السلون ان اعمدة هراكل مش نهاية العالم وان بقارة العملاقة دي كان بيحيط بها البحر من كل اتجاه وبعد البحر في ارض تانية وبعدها محيط لا نهاية وما فيش بعد المحيط ده ارض الكهنة بيكملوا الحكاية السلون وبيقولوا ان القارة دي كان بيحكمها اتحاد كونفيدرالي من الملوء السبعة زوي القوة الهزمة وكانوا بيسيطروا على الجزيرة والعالم كله لكن قدراتهم غرته والحروض قدت عليهم وعلى جزيرتهم كتابات افلاطون الترجمك للعربي في عصر الدولة الاموية بمعرفة كاتب اسمه يحيا ابن البطرين والمعروف باسم يوحنا الترجمات ومن الترجمات دي انتشرت الاسطورة ودخلت في سياق الاسطير العربي ويمكن منها الف ليلى وليلى ومغامرات السندباد والبحار السبعة بتفضل حكاية افلاطون واتلانتس مهجورة لسنين كتيرة جدا مجرد كلام في كتاب قديم مفيش اي دليل على صحبه اسطورة لحد سنة 1882 بيظهر كتاب اسمه اطلانتس عالم ما قبل الطفا لكاتب اسمه ايجناتيوس دونيلي وبيطرح في الكتاب ده سؤال لأول مرة قال اطلانتس ما كان حقيق ولا مجرد اسطورة اختراها افلاطون ولو كانت اطلانتس موجودة ليه محدش تكلم عنها غير افلاطون ليه ملهاش مونوسات في التاريخ البشر الكل لو فعلا حصل فيها زدزال او فيضان زي ما بيتقال الناس اللي كانوا فيها راحوا فيه هربوا وهربوا وراحوا على فيه قال اندمجوا في الشعوب القديمة طيب محدش من الناس دي حكى عن القارة اللي هو جاي منها دونيلي كمان شكك في كتابه ان المنطقة المعروفة بأعمدة هرابي مش هي المقصودة بماضي الجبل طارق لانه المنطقة هناك ما فيهاش اي جزر غارقة لانها فممر صفن من بين اوروبا وامريكا وما ظهرش ابدا انه هنق المحيط هناك ضحر لانه لو كان في قارة غارقة كنا لايناها او على الاقل لاينا اي اثر ليها في سبعينات القرن العشرين فيه رجل اسمه شارلز بيرلز كاتب وباحث من المهتمين بالامور الخارقة للطبيعة والحضرات المفقود شارلز قال يا جماعة اطلانتس موجودة ومكتشفة فعل انتو بس اللي مش عاوزين تصدق وكان بيتكلم عن اكتشاف حصن سنة 1968 قدام ساحل مدينة اسمها بيميني في جزر بيهامس في امريكا على اطراف المكان اللي الناس تعرفوا انه عرضها باسم مسلس بيرمودة شارلز كان بيستشهد باكتشاف تحت المية بمعرفة مجموعة من الغطصين منهم واحد اسمه جوزيف مانسيا الاكتشاف ده عبارة عن تشكيل من الاحجار زي الطريق الاحجار كان لها شكل منتظم وبتشكل حاجة كده زي صور يمين وشمال الطريق بطولة 800 متر وبتتكون من الحجر الجيري بتشكل حسب نظرات بعض الباحثين جدار او رصيف بحري او يمكن حاجز امواك من حضارة قديمة من صرع البحر شارلز بيقول في احد مقالاته انه من المستحيل ان التكونات دي تكون طبيعية خصوصا ان تشكيلها وتكوينها اشبه بطريق بينتهي في البحر شابه بالطرق المستخدمة النهاردة لانزال السفن وليقو وكمان بيقدم تأكيد للنظرية وبيقول انه من المعروف انه مع انتهاء العصر الجليدي من 12 الف سنة زاد ارتفاع البحر حوالي 100 متر وغرقت كتير من الاراضي اللي كانت من 12 الف سنة مواني ومودم بعض الدراسات اللي اتعملت على الاحجار دي بمعرفة فريق بحث من جامعة ميامي بتقول ان الاختبارات الكربونية بترجح ان التشكيلات دي تاريخها اكتر من 3500 سنة يعني في الغالب مش تكوينات طبيعية وطبعا الرأي ده له مخالفين كتير شايفين انها تشكيلات طبيعية بسبب الامواج مش اكتب ده غير ان الاختبارات الكربونية صعب جدا تعرف عمر الاحجار ابتداء من منتصف القرن العشرين بقى فيه تمام اكبر من اي وقت بالحضارات القديمة ما وكل ما الانسان بيتقدم وبيتطور بيبقى عنده فضول اكتر يعرف عمر البشر الحي وهل البشرية عمرها زي ما البعض بيقول 10 تلاف سنة زادت الابحاث عن الحضارات القديمة جدا في الفترة الاخيرة للبحث عن حضارة تكون سبقت حضارات الشرط القديم في مصر وبلاد الروف دي علشان كده كانت الابحاث منتشرة في كل مكان على الارض بحثا عن اطار البشر الاواء ومنهم اكتشاف ملفت في اليابان قدام سواحي الجزيرة اسمها يانوجيني دي جزيرة ما بين اليابان وكوريا الجنوبية وبتعتبر شواطئها مكان مناسب جدا للغطس خلال شهور الشهر سنة 1886 لاحظ غطاص ياباني اسمه كيهانشوري ارتاكي تكونات صخرية شكلها غريب ومختلف عن باقي سخور المنطقة تشكلات هندسية منتظمة اكتر من كونها تشكلات طبيعية لها شكل مدرجات زي الهرم بالظل او مجموعة سلالم منحوطة في الصخر وممرات طويلة بعد الكشف ده اتشكلت فريق بحث من احد الجماعات بقيادة عالم جيولوجيا ياباني اسمه ماساكي كيمورا وبقى المكان نقطة جازب سياح كبير طبعا تم ربطها بالحضارات السابق واحتمالية انها تكون تكوين مش طبيعي المكان ده كان فوق الارض من اكتر من 15 الف سنة وطبعا تم ربطها بأطلانتس برضي وده اللي خلى رجل اعمال ياباني اسمه باسو وتناني والصحفي اجرام هانك المعروف عنه اهتمامه بالحضارات القديمة بدأوا العمل مع بعض على الموقع سنة 1997 طبعا لحد النهاردة فيه منقشات ونظريات كتير حولين المنطق اللي تسمت بنصب يوناجوني على اسم الجزيرة وبقى فيه خلاق فريق بيعتقد ان المكان ده كان فوق الارض من اكتر من 12 الف سنة قبل اختلاف المناخ وارتفاع منصوب المحيط وفريق تاني شايف انه تشكيل طبيعي تماما البشر منهمش اي دعوة به وتشكل على مدار الاف السنين وان الطيارات في المنطقة دي هي المسؤولة عن تشكيله بالشكل الهرمي اللي موجود طبعا كتير من الاسطير والنظريات ربطت مصر القديمة بحضارة اطلانتس اولا لان حسب حكاية افلاطون اللي نقل حكاية جده عن القارة دي ومدى تقدمها وقوتها العسكرية واللي حكوله كانوا كهنة المصريين وعلى الاساس ده بقى فيه اعتقاد عند افلاطون دونه في كتابه ان في علاقة قوية ما بين اطلانتس وبين مصر القديمة واقصد القديمة اول لان افلاطون لما كتب عن اطلانتس كانت الاهرمات عمره حوالي 1500 سنة يعني بالنسبة لهم الاهرمات كانت اثار قديمة زي الالعة مثلا او كيلوباترة بالنسبة لها طيب ده كلام افلاطون ايه بقى اللي زود الاعتقاد ان فعلا المصريين القدماء كانوا على علاقة بأطلانتس مش بس كده ده كمان عندهم طيارات هليكوب ودبابات كمان اكيد مرت عليكم الصورة دي قبل كده دي نقوش غريبة جدا موجودة في معبد ابيدوس او سيتي الاول واضح جدا من النقوش دي ان في طيارة هليكوب شبه الاباتش جدا بالمناسبة ودبابة كمان وتحتهم حاجة زي ما يكون غواصة او طبق طاير طبعا بمجرد انتشار الصور دي على الانترنت خصوصا في زمن السوشيال ميديا انطلقت النظرات اللي بتقول ان المصريين القدماء هما في الحقيقة اهل اطلانتس اللي هيربوا من الكارثة اللي حصلت من اكتر من 8 تنفسنا وانه هما اتعلموا منهم العلوم الاساسية الهندسة وكتابة والزراعة لدرجة ان في نظريات بتقول ان توحوت اللي كان رمز للحكمة واول من علم المصريين الكتابة هو مواطن اطلانتي اصلا وهجر لمصر وعلشان كده الناس قدسوه طيب هل في تفسير منطقي للكتابات دي ولا فعلا مصريين القدماء كانت علاقتهم كويسة باهل اطلانتس الكرام الحقيقة ان في تفسير اعلنت عنه بشكل واضح جدا وزارة القصار المصري بعد اجراء ابحاث بالسنار والاشع واللي بتوضح زي ما انتوا شايفين ان الكتابات دي اصلاها كان مختلف ولما جيه حاكم جديد اغطوا الحروف الاصلية بالجبس ونهشوا عليها حروف جديدة ومع الوقت ويع الجبس وشكل الاشكال اللي احنا شايفينها دي الحقيقة انا مقدرش اكذب التفسير ده ويمكن قدرش استداءه قوي انما هي صدفة غريبة فعلا ان الجبس يقع في المكان ده ويشكل ثلاث اشكال حديثة نفع واحد مع بعض وتحت بعض غريبة مش كده واحدة من اغرب النظريات اللي بتربط اطلانتس والكرسة اللي قضت عليها حسب كلام افلاطون وما بين الفيضان العظيم فرضية بتقول ان الفيضان ده ضمر اطلانتس وانهم هم قوم نوح وكانوا متقدمين جدا وانهم جفروا وتجبروا بعض البحثين الاجانب عندهم فرضية مشتقة منه وبتعتمد على ان الفيضان ما حصلش في كل الارض انما حصل في منطقة محددة من الارض وبيفترضوا ان المنطقة المحددة دي هي اطلانتس وان اللي نجي من الطفان مع نوح عليه السلام انتشروا في الارض وبعضهم استقر في اماكن زي بابل ومصر ومنطقة البحر الاسود وطبعا حكوا للاجيال الجديدة عن قصتهم مع الطفان حسب النظرية دي قصة الطفان بتحصل على جزيرة او قارة بعيدة عن الارض المعروفة لنا النهاردة من اكتر من 12 الف سنة وان المجموعة اللي نجيت ورجبة الفلك مع نوح بدأوا في الهجرة والانتشار في الارض واندمج كل مجموعة منهم مع قبائل او عشائر بشرية مختلفة سواء في بلاد الرافدين او مصر القديم ومع اختلاطهم بالشعوب دي بدأوا يحكوا لهم عن سبب هجرتهم من ارضهم واتنقلت قصة الطفان للعالم القديم على لسان النياجين دول وطبعا لان الحكايات بتولد اساطير كل مجموعة اخدت شكل مختلف للقصة وبقى فيه اشكال كتير لقصة الطفان طبعا النظرية دي منهاش اي دليل وبتعتمد على منطق ضعيف جدا اولا الطفان مسكور في القرآن الكريم وفي الانجيل والطورة كمان ومن المتفق عليه بين المفسرين ان القرآن الكريم قال ان الطفان غمر الارض بما عليه مش جزء منها يعني ما فضلش بشر غير اللي ريكبوا الفلك وان الناكين بدأوا حياة جديدة في ارض جديدة وبدأت البشرية من الصفر صحيح ان في بعض الاراة بتقول ان الطفان كان على قوم نوح بس بس ده رأي متفرد واغلب المفسرين القبار ما خدوش بيه والله اعلى واعلم يمكن تكون من اغرب النظريات واكترهم شاططا ان اتلانتس مغارج ولسه موجودة لحد الارض لكن في مكان تاني مختلف عن اللي قال عليه افلاطون وان اثار الحضارة دي لسه زي ما هي بس مدفونة تحت مئات الامطار من الجليل اتلانتس حسب النظرية قد تكون هي القارة اللي نعرفها النعارضة باسم انتر كاتيكا القارة القطبية الجنوبية واللي بيدور حولها حكايات ونظريات كتير غمضة خصوصا وان اغلب دول العالم ضربت حولها حصار باتفاقية سنة 1958 واتفقوا ان مفيش دولة تستقل او تتواجد على القارة دي الا الاغراض بحثية فقط والحد النهارضة مفيش غير معلومات قليلة جدا عن القارة دي في النظريات بتقول انه تم اكتشاف موضن تحت الجليل وتقال كمان انه تم اكتشاف هرم بس الحقيقة انه كل ده هبط مفيش ولا دليل عليه مفيش اي حاجة تؤكد النظرية دي اصلي وكانت اول اشارة للنظرية دي في كتاب اسمه قشرة الارض المتغيرة لكاتب انجليزي اسمه تشارلز هيبجد الكتاب منشور سنة 1958 واللي قدم نظرية في غاية الامر وهي ان محور الارض اتغير من 12000 سنة الامر اللي قدق لتجمد مناطق كانت في يوم الايام جواها استوائي ويصلح للحياة وبناء عليه ممكن تكون اطلانتس في ظرف 10 سنين غمرها التنج وبقت لا تصلح للحياة وتفرق سكانها وهجروا من مكان لمكان واستدل على النظرية دي بخراية قديمة جدا اطلانتس هتفضل اسطور بتدور حواليها النظريات واساطير كتير دايما الحكايات اللي من النوع ده بتلهي بالخيال حب اكتشاف المجهول انها ما فيش اي دليل او كشف اثري حييري مقدر نعتمد عليه على وجود قارة بالاسم ده في تاريخ قديم لكن الشيء الوحيد المنطقي والان انا شخصيا ممكن اكون ميال لي هو ان اطلانتس اللي قدمها افلاطون هي انهكاس للمدينة الفاضلة اللي قدمها في اشهر اعماله الجمهورية او يوتوبيا وتخيلها على ارض الواقع ودهها اسم وخلى نهايتها مروعة نتيجة الفساد وغلول البشر زي ما كان دايما بيدعو في فلسفته اطلانتس حسب اعتقادي مش اكتر من اختراع من خيال افلاطون وناسبها على لسان جده اللي اصلا حسب كتاب افلاطون اتكلم مع الكهنة المصريين قبل ما يتكلم معه بمئتين سنة وليه هو جده افلاطون ده عاش كم سنة عموما سواء صدقنا افلاطون او لا مش هتفرق كتير وهترضل كتير من الاساطير والحكايات بتتقال عن اطلانتس وبتلهب خيال الناس مادة خصبة جدا لكتير من الاعمال الادبي في النهاية اوز اعرف رأيكم في التعليقات مسدقين ولا مش مسدقين افلاطون واتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم وبستأذنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا برس اشكركم وشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله